تابع الوحدة السادسة تخصيص التكاليف مثال اتنين على طريقة التخصيص المباشر او الانفراضي بفرض ان احدى المنشآت تتكون من مركزي انتاج الف وباء ومركزي خدمات سين وصاد وقدمت اليك البيانات التالية بيانات المعطى عن الاربع مراكز المعطى الف وباء اللي هما كانوا مراكز انتاج والسين والصاد اللي هما كان قايا العلوم في رأس السؤال اللي هي مراكز خدمات اعطيني التكاليف الغير مباشرة الخاصة بكل مركز الف 24000 باء 16000 سين 9000 صاد 4000 اعطيني بيانات عن ساعات دوران الالات في مركز الف 40000 ساعة مركز باء 20000 ساعة مفيش مفيش ساعات العمل المباشر في مركز الانتاج 30000 ساعة وباء 20000 ساعة سين وصاد مفيش المطلوب تصوير قائمة توزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج وفقا لطريقة التخصيص المباشر اذا علمت ان تكلفة المركز سين توزع على اساس ساعات دوران الالات وتكلفة المركز صاد توزع على اساس ساعات العمل المباشر ممكن المعلومة هنا اغيرها بصيغة تانية حاول اذا علمت ان بدل الجزئية دي اقول ايه؟ ان مركز الخدمة سين يغلب عليه الطابع الالي مع ان الكلمة ان يغلب عليه الطابع الالي يبقى ان هستخدم ساعات دوران الالات وهنا يغير الجملة دي واقول وان وان مركز الخدمة صاد يغلب عليه الطابع اليدوي اما يقول مركز الخدمة دي بيغلب عليه الطابع اليدوي يبقى اساس التخصيص هنا هيكون ساعات العمل المباشر حل مثال اتنين على طريقة التخصيص المباشر الانفراضي تمهيد الحل هنبدأ نوزع تكاليف مراكز الخدمات سين على مراكز انتاج على اساس ساعات العمل ساعات دوران الالات يبقى مركز الخدمات سين كان محدد في التمرين اما اجاوزعه على مراكز انتاج استخدم له اساس توزيع اسمه ساعات دوران الالات ساعات دوران الالات كانت معطى في المركز مركز انتاج الف 40 الف ساعة ومركز الانتاج بقى 20 الف ساعة يبقى مجموحهم مجموح اجزائهم 60 الف ساعة دوران وكان عندي التكاليف اللي انا عايز اوزحها لو رجعنا للرأس السؤال كان تكلفة مركز الخدمة سين اللي انا عايز اوزحها كانوا 9000 دي حيبقى توزيع التكاليف مركز الخدمات سين اللي هو 9000 9000 ريال ده معطى وجمعنا ساعات دوران الالات 60 الف ساعة هبدأ اجيب نصيب ساعة الدوران من تكاليف المركز سين اقسم 9000 على 60 الف تطلع 15 من 100 ريال لكل ساعة يبقى نبقى اقسم تكاليف مركز الخدمة سين اللي هو 9000 دي اقسمها على مجموح ساعات الدوران اللي هي 60 الف ساعة يطلع نصيب الساعة الوحدة 15 من 100 ريال ابدأ استخدم بقى 15 من 100 دي مركز 1000 كان ساعات دورانه كان 40 ونصيب الساعة ب15 من 100 يبقى نصيب المركز ألف من تكاليف المركز سين اخذ اللي 4000 واضربها في 15 من 100 تطلع 6000 ريال نصيب المركز با من تكاليف المركز سين المركز با كان فيه 20 الف ساعة دوراء والساعة كان نصيبها 15 من 100 يبقى 20 الف 15 من 100 تطلع 3000 ريال يبقى كده اخذنا مركز الخدمة سين لوحده بالاساس المناسب له اللي هو ساعات دوران الالات ووزعناه على ألف وباب نقرر نفس الكلام ده واحنا بنوزع تكاليف مركز الخدمات صاد على مراكز الانتاج هنا حيكون على اساس ساعات العمل مباشر ده اساس التوزيع المناسب هنا اساس التوزيع المناسب هنا لمركز الخدمة سين كان ساعات العمل المباشر هجيب ساعات العمل المباشر في مركز الانتاج الف كانت معطى بـ 30 الف ومركز الانتاج با كانت معطى بـ 20 الف يبقى مجموحهم مجموح أجزائهم 50 الف ساعة عمل مباشر أنا لو رجعت الرأس السؤال كان تكلفة مركز الخدمات صاد كانت معطى بـ 4000 ريال ومجموح ساعات العمل المباشر 50 الف يبقى لو قسمت الـ 4000 ريال إجمالي تكاليف مركز خدمة صاد لو قسمتها على مجموح الأجزاء مجموح ساعات العمل المباشر يطلع للنصيب ساعة العمل المباشر نصيب ساعة العمل المباشر من تكاليف المركز صاد بقسم الـ 4000 ريال على الـ 50 الف ساعة يطلع 8 من 100 ريال لكل ساعة عمل مباشر أشوف نصيب المركز ألف من تكليف المركز صعب ألف كنا اشتغلنا فيه كم ساعة عمل مباشر 30 ألف والساعة كانت بـ 8 من 100 يبقى 30 ألف في 8 من 100 2400 ريال نصيب المركز باء من تكليف المركز صعب كان ساعة العمل مباشر في باء إلى 20 ألف ساعة والساعة كانت بـ 8 من 100 يطلع 1600 ريال يبقى وزعنا مركز الخدمة صاد لوحده باستخدام أساس التوزيع المناسب له اللي هو ساعة العمل مباشر وزعنا تكلفته على مركزي الإنتاج لهم ألف وباء دي طريقة التوزيع الإنفراضي أو المباشر نجمع التمهيد ده في قيمة قيمة توزيع تكليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج بطريقة التوزيع المباشر بنقسم في الجدول أول عمود للبيان بعد كده عندي مراكز الإنتاج كان ألف وباء مراكز الخدمات الإنتاجية كانت سين وصاد ومن ننساش العمود الأخير ده مهم جدا أساس التوزيع التكليف الغير مباشر دي اللي هي كانت معطى في السؤال كانت دي التكليف الخاصة بكل مركز ألف أربعة وعشر ألف باء ستتاشر ألف سين تسعة ألاف صاد أربعة ألاف يبقى أساس توزيع حقيقة إحنا ما وزعناهاش ده بند خاص تيجي بعد كده توزيع تكليف مركز الخدمات سين بنيجي على سين سين كانت أصلا تكلفة تسعة ألاف نحطها بنقصين ننزل تسعة ألاف بنقصين يعني هنوزحها وجينا تسعة ألاف من تمهيد السابق لقينا نصيب ألف ستة ألاف ونصيب باء تلت تلاف طيب كنا موزعين الأرقام دي بنسبة ايه كتساعات دوران الألات طيب توزيع تكليف مركز خدمات صاد صاد كانت أربعة ألاف ننزلها بنقصين للأربعة ألاف ونوزحها باستخدام ساعات العمل المباشر يبقى توزيع تكليف مركز الخدمات صاد اللي هم الأربعة ألاف ألف خادة ألفين واربعمية وباء ألف وستمية والأرقام دي توزعت بنسبة ساعات العمل المباشر بعد كنجمع الأعمدة عمود ألف مجموعة اللي هي 24 ألف زائد ستة ألاف زائد ألفين واربعمية تطلع تنين وتلاتين ألف واربعمية الباء 16 ألف زائد تلات تلاف زائد ألف وستمية يبقى عشرين ألف وستمية طبعا سين التسعة تلاف راحت مع التسعة تلاف خلاص بقت صفر وصاد اللي أربعة تلاف ضاعت مع اللي أربعة تلاف خلاص بقت صفر ترجمة نانسي قنقر